ما الذي يجعل القوى الشيعية بحيث أنه تسمح لكتلة سياسية هي في أصل الأحداث من 2003 إلى الآن تتنافس معها وتعطيها هذه الهدية هل يمكن أن نفترض أنه هذه هي الحقيقة؟ وإذا كانت هذه هي الحقيقة ما الذي يجري داخل البيت الشيعي؟ أولاً خلنا نتفق على مجموعة من الثوابت هاي الطبقة السياسية آخر شيء تفتش عنه مصلحة الناس آخر شيء تفتش عن كل شيء مصالحة مكاسبها آخر شيء مصلحة الناس إذا الآن بدأت تفتش عن مصلحة الناس فمو طواعية مو ضميرها صحة وإلا الآن شعرت بالخطر خطر الثورة اللي حشيت أنا حضرتك خطر الشارع وقاعدة تقول أي حقيقة يغتصب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة حقوق العراقين اغتصبت على مدى 16 سنة بالقوة بالخداع بالدين بالتضليل بالتجهيل الآن صارت الصحوة هذا واحد اثنيا على مدى 16 سنة صدعوا روسنا بالمكونات مفهوم المكونات هذا مفهوم مشحون بدلات التقسيم والفرقة احنا بالأدم السياسي العراقي بالثقافة العراقية ماكو مكونات لا بالزمن السابق ولا الأسبق ولا القبل ولا القبل مضبوط ماكو مكونات صحيح دولة مواطن ومواطن ومواطن وخروية واحدة ماكو دولة المكونة المكونات جابونا المكونة المكونات يعني بتشكيل الحكومات عبر التاريخ العراقي نعم ماكو شيعا بس ما يقولون هذا الشيعي جايبين على أساس الكفاءة جايبين على أساس النزاهة جايبين على أساس السيف المحترم هم جابونا الآن ومو بس هالمكونات أرادوا أن يختزل المكونات بأحزابهم يعني أنت الآن تتقنعني تقولي الأحزاب الشيعية تمثل المكون الشيعي لا طبعا لا من حيث العدد ولا من حيث الطموح ولا من حيث التطلع ولا من حيث البرامج السياسي ذول الأحزاب مين مثلون الشيعة تتقولي الأحزاب الكردية يمثلون الشارع الكردي لا طبعا تتقولي الأحزاب السنية يمثلون الشارع السني لا طبعا الآن هم يتحدثون مكونات الدولة لازم بها الحكومة بها سنو شيعو كردو تركماني أوكي وين المشكلة محمد علاوي الآن يقولهم أنا أجيب من المكونات بس مو شرط أمم الأحزاب يعني أجيب شيعي بس مو شرط من عزب الدعوة ومو شرط من مجلس الأعلى ومو شرط من التار الصدري لا ما يقبلون ما يقبلون وكذلك الأكراد يعني أنا سمعت مرشح واحد يزمطاه شوان كردي للوزارة المالية الجماعة ما يقبلون عليه يردون واحد من عدهم حتى العملية الصفقة عملية تمرير المال مو بس الأكراد تحدث على الكون ما يقبلون يردون وزارات يعطوها لشخصيات يتقاسمونه ياها المغانم يجي الوزير يفرضون عليه شروط ويوقع بعد التوقيع يروح يستلم قبل التوقيع ما يستلم الأخبار التي ترشحت حتى هذه اللحظة والتي نسمعها من وسائل الإعلام ونسمعها من التصريحات ونسمعها مقربين من علاوي وأن علاوي ما زال يحيط كابلته بسرية إلى الحد الذي أقلق القوى السياسية وحتى تصريحات رئيس البرلمان أننا لم نتطلع على هذا هل كما يقول الدكتور ليث متفقا مع آخرين أم أنه هو هذا الخط الذي يعمل به علاوي لا خلي يعني ليش نروح النظرية المؤامرة دائما أولا خلي أنا معرف علاوي عن قرب وما عندي سيرة عنه بس بشكل عام علاوي ابن عائلة معروفة ولد ثريا وعاش ثريا الرجل المسموعاتي عنه أنه نزيه أنا أعتقد هو يريد أن يفعل شيء وقعد الناس وطلع عمام الجمهور وطلع عمام الشارع وخاطب المتظاهرين قالهم إذا ضغطوا عليه رح أنسح وأنا أعتقد هو ماشي لحد الآن بمسار صحيح لحد الآن ماشي بمسار صحيح فأمام حليا لو يتحدى كل هاي الكواسج والحيتان ومرر الحكومة سأمرروها الشيعة مرروها الشيعة والسنة يعني إذا مررها فهو نجح حتى إذا قبل التبرير حتى هذه اللحظة حتى إذا اعتذر بسبب الضغوط فهو كبير كبير جدا وراح يكبر بعين الناس وراح يفضح القوى السياسية وأي واحد يجي وراء ما يقدر يخضع للإملاءات إذا اعتذر إذا اعتذر رح تكون سابقة مهمة بتاريخ هاي العملية السياسية إذا اعتذر وطلع عمام الناس وقالهم أنا اعتذرت لأنه الأكراد يردون وزراء من أحزابهم ويردون كذا وإذا طلعوا قال السنة يردون وزراء منعدهم وأنا ما أسمح والشيعة يردون كذا وبالأسماء يتحدث هم قبل أن يقولها قالوا هالأكراد وقالوا هالسنة لا لا ما أوكي بس إذا أفشلوه إذا أفشلوه تكراحوا إلى واحد من القيادات قال لولا سيدنا إحنا إذا ماكو وزارات نبيع لبلبي قال لهم بيعوا لبلبي أحسن لكم ما تقوم هاي البارحة لا لا إذا أفشلوه قال لولا من صوت لك إذا متوافق وطلع اعتذر أمام العراقيين راح يكون كبير وراح يعبد الطريق لأي واحد يجي وراء لأن أي واحد ما يقبل لأن يجي وراء ويمررون لكابينة الوزارية رأساً للعراقيين يقولون وافق على الإملاءات